يا مساء الخير والحب السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا وبيتابع برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى إحنا التلفزيون المصري ماكون معاكم كل أسبوع وحلقة جديدة بموضوع جديد ومختلف ومشكلة جديدة ومختلفة موضوعنا النهاردة إيه؟ موضوعنا النهاردة عن الشخصية التوكسك يعني إيه توكسك دي يا إيمان؟ إحنا كل شوية كل ما نفتح سوشيال ميديا كل ما نفتح فيسبوك إنستجرام أي سوشيال ميديا توكسك 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 شخصية توكسك علاقة توكسك حياة توكسك إيه موضوع التوكسك ده؟ آه طب خليني الأولى فهمكم الكلمة ذات نفسها كلمة توكسك باللغة الإنجليزية معناها الحرفي سامة ولما بنقول شخصية توكسك يعني الشخصية دي شخصية سامة مؤزية باللغة بتاعتنا يعني سامة بالإنجليش وإحنا بنقول العلاقة سامة مؤزية طيب هل الشخصية دي ممكن نقابلها في العلاقات العاطفية بس؟ يعني يمكن كل الفيديوهات وكل الكلام اللي بنشوفه دايما بتبقى العلاقات العاطفية بتعاية تلاقي فيديو راح تعمل تعاية ومقطع نفسها وشراينها وعمل فيها وعمل 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 ولا أحكي لك إيه؟ فتلاقي وتوكسك دي علاقة توكسك يسد تكلميني عربي بقى يسد تكلميني مصري بقى يعني الناس برضو تعبت من التاكسك شخصية تاكسك بس دي الحقيقة شخصية سامة طيب الشخصيات السامة دي التسعين في المية بنسمع عنها في العلاقات العاطفية هل هي في العلاقات العاطفية بس؟ لا ده ممكن كمان نلاقي العلاقات السامة المؤزية دي بنلاقيها في علاقات الصداقة كمان ممكن تبقى فيه علاقات سامة ومؤزية ومتعبة وتوصل لحالات نفسية وعلاج نفسي بنلاقي علاقات سامة مؤزية في الأهل ممكن علاقتنا ببعض الأهل تكون مؤزية بشكل إن هي تأثر علينا وبتضيقنا طب هي إيه أصلا صفات الشخص السام المؤزي التاكسك وإزاي أنا أقدر أتعامل مع العلاقة دي؟ لأن طبعا يعني لما أنا أتعامل مع أب أو أم أو أخ غير وانا بتعامل مع شخصية تاكسك صديق أو صاحب ليا غير وانا بتعامل مع شخصية تاكسك سامة مؤزية يكون جوزي فكل حاجة على حدة أنا هتعامل إزاي؟ الأهل طبعا مش هفغيرهم فأنا مضطرة أعرف أنا أتعامل إزاي لو أنا مثلا والدي شخصية تاكسك اللي هو طول الوقت بستفني طول الوقت يقلل مني طول الوقت محسسني إن أنا يعني عارفين تكسير بيكسر مأدي في في أهلي كده في أمي كده طول الوقت مثلا نلاقيها تقولي بنتها أددقني هي لو اتجوزتي شفتي صاحبتك شفتي هالة بنت جارتنا اللي في العمارة اللي جنبينا شفتي خلاص الجامعة واتخطبت وخلاص فرحها الشهر الجاي جايب لها وجايب لها وجايب لها العفش وشايل ومحمل شفتي الراجل طالع نازل جايب حلويات وجايب هدايا شايفت دها باللي في إيديها من هنا لهنا تفضل تباستف تباستف بنتها لغاية ما تكسر قدراتها وثقاتها بنفسها فجأة البنت تحس فجأة أن هي عنست سنها جبر في الجواز فجأة حست أن هي مش حلوة الله طب ما هتقول إذا كان اللي بتقولي ده واللي بتغزيني بالأفكار السمة المؤزية دي أمي فتخيلوا آه دي علاقة آه دي علاقة مؤزية وسمة آه ساعات علاقة الأم ببنتها بتبقى علاقة توكسك سمة ومؤزية وممكن تدمر مستقبل بنتها مدى الحياة لإن بتخلي ثقاتها بنفسها تتمحي خالص وترجع تقول أم البخت بنتي ماي اللي أم البنتي ماتجوزتش لغاية دلوقتي ده أنت أحلى منه ده بص هي عاملة إزاي وإنت عاملة إزاي بصي طب ما أنت اللي عملت كده عشان كده أنا النهاردة بقول لكم إن مش بس العلاقات المؤزية السمة دي بتبقى بس في العلاقات العطفية راجل وست حبيب وحبيبة زوج وزوجة لا بيبقى فيه صاحبة ليا ممكن تبقى توكسك تدمر لحياتي نهائي وما أكثر من الصحاب وأنا يا ما شفت من الصحاب البناتة في الشغل ممكن تبقى علاقة سمة شغلي أصلا يبقى في حياتي ممكن يبقى فيه يعني يبقى سام بالنسبالي يأثر علي هنعرف كل ده ما هتجفنا اللي هيكون معانا النهاردة في الستوديو هكون معانا في الستوديو الأستاذة يارى شهوان اللايف كوتش والدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية قبل بقى ما نروح لديوفي المعانا في الستوديو ونستقبلهم معانا زي ما عودناكم كل حلقة في يحكى أنا بنكون دايما كده في الأول كده أول 3-4 دقايق بنحب نقدم الحاجات الإيجابية الموجودة في حياتنا سواء كانت الحاجات الإيجابية دي فكرة جديدة ملهمة أو شخصية إيجابية ليها هدف شخصية أنا لما شوفها وشوف إزاي كسرت الشقة والتعب ووصلت أنا زي نفسي يجي لي طاقة إيجابية أحس إن أنا عايز أكمل الحياة دايما الشخصيات الحلوة الإيجابية دي بجد حقيقة بتأثر فينا ده علاج نفسي بس غير مرئي علاج نفسي بطريقة غير مباشر أنا ما شوف واحدة في نفس ظروفي في نفس سني في نفس حياتي قدرت تتحدى الصعب وتطلع أنا زي نفسي والله كإيمان بعض أتفرج أه كسفي عدمك وقومي اشتغلي قومي شوفي بصي البنات بتعمل إيه فيعني أنا عشان كده دايما بنبقى حارسين في يحكي أن في البداية نندي حالة كده حلوة تفتح نفسنا كده على الحياة وعالشغل وعلى الحياة عموما طيب النهار ده معينا بقى تقرير عن المصممة الشابة اللي فازت في النسخة الأولى من جوائز الموضة المصرية مارينة عازر واللي بيقدم الجايزة دي مجلس الأزياء والتصميم المصري تعالوا نشوفوا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا ونبتدي موضوع حلقتنا يعني إيه علاقة توكسك سامة مؤزية كنت بعمل كروت مرسومة بالألوان المياه وكنت ببحها في ستورز كبيرة وجيت في شهر أربع اللي فات قررت أن أنا أنزل أباحهم بنفسي الشارع بس قررت أن أنا وقتها لما أنزل أنزل بيونيفورم معايا أن يليق بالبراند ويعبر عن شغل الكروت اللي أنا برسمه بالألوان المياه فعملت جيبة مرسومة بالألوان المياه وطبعاً طبعتها الأماشة عشان تكون سابتة ومن خلال الشارع ونزولي الشارع كان الناس انبهرت قوي بالجيبة دي وقدق جميلة وإحنا عايزين زيها فقلت لا التجربة مش هتخصر فعملت فعلاً الكوليكشن الصيف شهر خمسة اللي فات ونزلت بي والحمد لله أنا لأعجاب الناس جداً طبعاً التصنيع في صعبات كتير إذا كان عيوب بتطلع في الشغل أو تقفيل بيطلع غلط أو حاجات كتير جداً بتقابلني بحاول دايماً ولأ هكمل لأ تمام يعني لأن مؤمنة إن كل حاجة لها مشكلها يعني بس وتحديات فتمام يعني طبعاً إن أنا عندي بيت وأسرة فطبيعي بأسر فيها أوقات وأسر في شغولي أوقات بس الحمد لله الدعم من جوزي والدعم من أهلي ده سعيه إن أنا يعني أطلع على شغله وإن أنا أشتغله وإن أنا أوصل للمرحلة دي جوزي بيدعمني من ناحية إن هو بيشيل الولد وقتاً ما أكون أنا محتاجة أخلص مشاوير مهمة أنزل أسلم تسليمات معينة أو إن أنا استلم أو إن أنا تابع شغل مقدر الوضع يعني لو أنا أسرت شوية في البيت أو أسرت كتير هو مقدر لأنه شايف أنا بعمل حاجة برضو مهمة وحلوة طبعاً دعم أهلي إن هما برضو أوقات كتير بقى بقى أنا حتاجة جوزي في المشاوير فهم بقى اللي بيشيلوه يعني بالذات ماما تشيل إبني وتقعد معي لحد ما أنا أخلص المشاوير دي معي وأرجع لها تاني الجديد أنا قريدي خلاص قدمته في المسابقة لأنه هو كان في نفس الوقت اللي كان فيه المسابقة هو هو كان نفس الوقت اللي أنا بحضر فيه للسيزون الجديد اللي هو بتع الصيف تاكنينه 2022 عملت فستانين وكاش ميوب وبانطلون هو عموماً الألوان البرند كلها بس توحاها من الطبيعة لأنه أنا بحب أقول الألوان في الطبيعة إذا كان بحر ورد زرع خضرة نبتدي بقى كلامنا المهم جداً من بداية الحلقة النهاردة قلنا هنتكلم على الشخصية التوكسيك يعني الشخصية التسمة المؤذية خلوني راح بديوفل معانا في الاستوديو الأستاذ زيارة شاهوان كمان معانا لدكتور محمد فؤاد استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور أهلا بحربي بس دائم خلينا كيف في البداية يعني نعرف الأول يعني أنا عايز أعرف أنا جاية النهاردة عشان عرف النس وعرف أنا كمان إيه هي الشخصية التوكسيك أو الشخصية التسمة المؤذية الأول عادينا نقول مقدمة مهمة قوي إحنا عادينا إيه في حياتنا في العلاقات عادينا علاقة مريحة خاليها من الضغوط لأن الضغوط الحياتية دلوقتي كبيرة وعشان دايما بنقول الإطرابات النفسية نتيجة خلل في علاقة من اللي إحنا هنقولها دلوقتي تمام خلل علاقة مع ربنا خلل علاقة مع نفسك أو خلل علاقة مع الناس إحنا النهاردة جاينا نتكلم على علاقة السامة دايما هتلاقيها نتيجة خلل علاقة مع الناس وآثارها بيمتد لخلل علاقة مع النفس فيظهر كتير قوي من الاضطرابات النفسية زي القلق والاكتئاب وعدم الراحة العلاقة دايما بتبقى بين شخصين أو أكتر العلاقة السامة بيقى فيها شخص دايما مسيطر عايز ينفس كل حاجة لأنه شايف نفسه صح في كل حاجة وبالتالي بيفرد بشكل غير منطقي عنده لا منطقية جديدة اللي هو يفرد كل اللي هو عايزه على الطرف الآخر وعلى الطرف الثاني اللي هو يلتزم بكل اللي هو بيقوله غير كده هيحصل على مزيد من النقد والسوء في التعامل منهم عشان كده العلاقة السامة محبطة بتأدي لكتير من العلاقات المتوترة طيب لو احنا قلنا لأن الشخص المؤذي دا اللي هو شخص مسيطر صحيح ماشي ما هو شخص مسيطر دا لو انا قلت مسيطر طب ما كل الرجال هم سيطرة في البيوت يعني كل واحد يقولها كان راجل في بيتي يعني ده معناه أن كل البيوت دي بقت علاقات سامة تيجي الناس ترجع تقولي برضو وإحنا بنتكلم كده يقولي يا إيمان طب والناس بتاع الزمن دي كتب تعمل ايه يعني الناس اللي طول عمرنا البيوت مقفولة على بعض والباب مقفول يعني وكل واحد وكل بيت فيه شيلة وكل بيت صحيح البيوت أسرار طيب ليه في الزمن دا اشمعنا في التوقيت دا بتادينا نسمع دي يعني ما فيش واحدة تشتكي من جوزها غير ويطلعوها أن علاقة سامة فيش واحدة تشتكي من خطير بتقولي لا بس ده توكسيك سبيه بسرعة قبل ما تتجوزوا وتتطلع لك بعيلين ثلاثة طيب وهنتكلم بقى تاني يعني بس أنا مش دلوقتي هني بتدعوه بالعلاقات العاطفية العلاقات وبعد كه ندخل في الأهل العلاقات المؤزية بقى التوكسيك دي اللي صعبة صحيح لأنا لا قادرة غير أبوي ولا أمي ولا أخوتي ولا ولادي يعني يا فيه ولاد بيبقوا وتوكسيك شخصية مسيطرة طب قولي لأنت بقى من الستات زي بعضينا بقى يعني طب ما إحنا كست لما برتبط في أي ارتباط أنا لازم ببقى الأقل الأضعف مش أقل قيمة بس اللي هو أنا الشخصية اللي ببقى تابعة وإحنا ستات بنحب كده اللي هو أمر يا سساي يعني يجي لأه ما تنزليش حاضر ما تلبسيش حاضر ببقى مبسوطة في البداية إنه بغير علي ومبسوطة بقى أني بيرينيلي 14 ساعة ومتروحيش ومتجيش هو طب ما هو أنا كبنت وكست أنا بحب ده فقال هل أنا اللي بدخل برجلي وبقوله خليك توكسك يا سسايد لا هي كل حاجة ليها حدود طبعا فكرة إن الستة بتبقى حبة دي من البداية فهي دي غلط في التربية من الأساس إن هي تربط إن الستة لازم تقول حاضر على كل حاجة الستة لازم علشان جوزها بيحبها يبقى لازم بيغير عليها بالمنظر ده الغيرة دي مش صحية اللي هو يفضل كاتم عليها يحرمها من صحابها ما يقولهاش انزليش تغلي ما تشفيش نفسك ما يديهاش السبيس بتاعها الكافي إنها تبقى نفسها دي تبقى علاقة توكسك لكن الغيرة العادية قاعدة وردة عادي جدا إنه هو يبقى متصلت زيادة عن لزوم هو ده اللي مش طبيعي هو ده اللي بيخلي الستة تبقى مكبوتة تبقى ماشية أكينها ماشية على قشر بيد مش عارفة تكلمه كلمة يتعصب عليها يقلب التربيز عليها يقولها أنتي السبب يقولها هي دي العلاقة السامة اللي احنا بنتكلم عليها بتفضل طول الوقت خايفة على مشاعره فبتفضل تضغط على مشاعرها بتفضل تيجي على نفسها كتير يعني المجتمع مثلا اللي احنا عايشين فيه دايما يقولك الستة هي اللي لازم تماشي المركب هي اللي لازم تضغط على نفسها شوية ما ينفعش إن هي تفتح بقاء الكلام ده كله هو ده اللي بيضغط على الستة وهو دي العلاقة توكسك هاجيلك برضو في الستات اللي بتجيلك اللايف كوتش دي دي دبقاتيحنا حياتنا من غير اللايف كوتش دي خلاص بقى يعني إحنا مع بعض في نفس الاتجاه، طيب الغيرة تمام إنه يسيطر شويتين كده لطف اللي هي البهارات الحلوة لكن برضو أرجع تاني أنا لحداك قلته ده أنا إيمان مش شايفة طوكسك يعني يعني ماشي يعني أنا مثلا بحب الرجل الغيور فقد دلوقتي طبعا هيصوتوا يطلعها تتكلم عن شخصيات طوكسك وبعدك بتقول الشخصيات يعني بجد أنا مثلا بحب الشخصيات الغيورة الرجل بالنسبة لي لازم يغيره بس يغير فعل مش كلام لأني فيه ناس بتوهم بالغيرة توهم بالحب لكن وأحب الأفعال، أفعال كده الأفعال اللي هو الاحتواء اللي هو الراجل لازم يحتويني ولاقيه معاه في كل موقف الصعبة والحلوة يعني الحلوة قبل الوحشة وحاجات كده ما هو بقى ده لكن هل لو غار عليكي وقالك ما تنزليش الشغل؟ لا، دي تبقى أوكي؟ لا يقعد بقى في بيته، يقعد بقى في بيته، متكرم متحدد، ما يجيش أصلا يعني لا، معايكي في الحتة دي، ما يجي بقى على الكيان الشغل، بس فيه ستات كده كده ما بتشتغلش، يعني أقصد بقى إيه؟ اللي كده كده ما بتشتغلش، وقعدة في البيت من أول يوم خدها فيه، جوزها، ما هو بص يقولك الراجل؟ على مات عودي، هو أخدني من بيت أهلي إيه؟ بشتغل، مدام هو أخدني من بيت أهلي بشتغل، فهو ما يقدرش يجب عليكي يقولي يعودي من الشغل، لكن الكلام ده بيعودوا يتحكموا فيهم لما يكونوا أخي ده ما بتشتغلش، تقولوا إيه؟ أنا حايد أنزل بقى أشتغل، أنا حايد أعمل مشروع، فبيبقى في بقى إيه؟ لحظات لبس كده اللي هو هتمسك فلوس وتتغرر عليها، هتسبني، طب لو اشتغلت طب ما أنا دلوقتي زليلها بالقرشين اللي بدهم لها، طب لما تبقى ليها فلوسها الخاصة وعندها فلوس في البنك، دي هترميني في الشارع، ليه؟ ده ماش غيرة، ده هو التسلط، ده اللي بيتحكم في العلاقة، إن هي ما يفعاش تمسك فلوس، ما يفعاش تنزل الشغل، هو ده التوكسك اللي بنكلم عليه، ده التوكسك، لكن دي مش غيرة، الغيرة المقبولة زي ما قلت لك، آه إن أحرارة بتاعت الرجالة دي على الست، آه أوكي ماشي، طب وإيه المشكلة لما الست تنزل تشتغل كده وتبقى لطيفة وجيب حاجاتها كده، إيه اللي بيغيز الراجل؟ يعني ليه هو، ليه علاقة سامة كده؟ يعني ليه كابتها؟ وليه دايما نكسر نفسها، اللي هي ما تشوفش، وماش الفلوس لأ، وما تشوفش رجالة غيري، وما يبقاش حد يقولها كلمة حلوة غيري، أنا عارفة يعني أنا عارفة الرجالة دي، دكتور ليه؟ يعني ليه هو بيبقى كده؟ وممكن يبقى واخد واحدة الأد حالها، هو برضو نفس المستوى، بس اللي هو هو يطلع، بس هي ما تطلعش، يفضل عارف إنت إيه اللي هو الأد اللي هو بينقط لها، يعني بدل ما يديها مثلا ربنا كرم ويديها ألافات مثلا تجيب حاجة، لا بالميات برضو، يعني في الشخصيات دي، دي تربية، يعني هل هو متربي شايف أبو بيعمل كده؟ ايه؟ يعني هو ليه بيطلع شخصية عجيبة كده؟ نتفق على الحاجة، العلاقة هاتو خد، دايما الشخص اللي بيتسم بالعلاقة السامة هو عايز طريق وان وي بس، زيهاب بس بالعودة، الزيهاب ليه، ما فيش حاجة كلمة بعديه، عشان كده دايما نقوله، فيه علاقة طبيعية، علاقة صحية، بين طرفين، هات، خد، ليك فرصة اللي انت تعترض وحقك، وانا ليه برضو فرصة اللي أنا أقول اللي أنا عايزه، هي دي العلاقة العادية، دايما الشخص اللي بي صاحب شخصية أو علاقة سامة، دايما فعلا زام حريك قلت كده، الدور البيئي ليه دور كبير جدا مسيطر عليه، لأنه ممكن يكون نشأ في أسرة فيها الجو التسلوتي ده، فيها العلاقات السامة دي بين بابا ومامته، بين بابا ومامته وإخواته، فهو وده طلع المعتاد بالنسبة له، فييجي يغير أي حد يحاول يغير مبادئه اللي يتعاود عليها، يقولك لا، أنت اللي غلطان، العلاقة دايما بتاعتي أنا، أنا اللي بفرد كل حاجة، والطرف الثاني لا، ما يفردش أي حاجة، أنا اللي بدي كل حاجة، وبالتالي ده بيستنزف كتير جدا من طاقة الطرف الثاني، بيستنزف فعلا، هو بتعافي لما حد يصمم بسين صغير كده، ويعمل لك مياه، بيقول لك عوم فيها، طب أنا أنا عايزه عوم في البحر يقول لك لا، هو ده، ده المكان بس اللي أنت تكون فيه علاقة معايا، غير كده مرفوض، وعشان كده دايما بنيدي نصايح كتير كتير، اللي إحنا نبعد عن السلبية، لأن الشخص صاحب العلاقة السامة بيصدر السلبيات دايماً، آه يعني أنا لسه أريم مقالم بيرح، اللي هو مصاص الطاقة، صحيح، مصاص الطاقة زي مصاص الدماء كده، فامباير، اللي هو فيه فعلا الشخصيات التاكسيك السامة دي بيعد يمتص طقتك، يمتص نفسيتك، يمتص الباور اللي أنت بتدول، يمتص كل حاجة حلوة فيكي، لغاية ما تحس فجأة تلاقي الست كبرت، عجزت، عينيها على طول حزينة، على طول مش مبسوطة، ما عندهاش نفس تشتغل، مش قادرة تربي عيالها، مش قادرة تعمل صحاب جداد، مصاص الطاقة ده، هل ده نفس برضو يندرك تحت الشخصية السامة لتاكسيك؟ ده آه ده بيسحب الطاقة الإيجابية اللي عندها، وكل سماتها الشخصية الإيجابية، اللي مساعدها على الحياة بشكل يتسم بالصحة النفسية، ويغزيها بقى بمفاهيم سلبية، وده دايماً اللي بيخلي ثقة الزوجة بتضعف. يغزيها بقى أني مفاهيم بقى، بويس أقولها على حضاكة حاجة، بإحنا خلينا متفقين الأول إن الشخصية التاكسيك السامة دي، أول حاجة شخص مسيطر، تاني حاجة شخصة أناني، ما بفكرش غير في النفسه، راكب القطر وماشي هو، أنا أطلع، أنت تنزل، أنا مش علاقة، أنت مجيش جنبي، وحتى ما بيقبلش إن هي تيجي جنبه، يعني هي حتى تطلع كده بس يعني إيه تنطحه كده تبقى في نفس المستوى؟ لا، أنا أطلع، أنا يبقى معي فل أنا بقى حلو، أنا بقى شيك، أنا أخرج معي أصحابي، أنا أتكلم في القاعدة، أنت ما تتكلميش، أنا بقى كاريزمة قدام الناس، أنت مش، لا، إيه أكتر المشاكل اللي أنت حلتيها كلايف كوتش في الحتة دي، الست بتحكي لي جزها بيعمل إيه؟ أنا بس عايز أخبر بنكلام دكتور محمد ويقول لك إيه؟ وبيديها سلبيات اللي أنا من وجهة نظرنا إحنا كستات بيسمم بدنها، لما بيجي لك واحدة بتسممها بدنها، صح كده يا را؟ إيه بقى بتقولك، إيه بتحكيليك، إيه اللي بيحصل لها؟ لا بيحصل طبعاً، الضرر النفسي والجثماني اللي بيحصل عليها، المرض بيظهر عليها، إيه ديني الكلام اللي نفهمه، بعد الضرر وإيه ديني. بديتي كلما ما كفهوش، فدي بالنسبة للست بتبقى حاجة مدمرة جداً، بتخليها طول الوقت مش عايش حياتها، مش عارفة حتى تعبر عن مشاعرها، مش عارفة حتى يعني يسمعها، هم بيسمعش، الشخصية دي ما بتسمعش. حلوة قوي حتة عدم الرضا دي يا را، حلوة قوي لأن إحنا ممكن ما بعرفش عبر أقولها، يعني ممكن تيجي يعني قدي له أسبوعي عايز يكل كتفي، يعني فعلاً، اللي هو عدم الرضا ده بيخلي الست تبقى فحيرة، اللي هو فعلاً أنا مقصرة. يعني هو أنا فعلاً، بيقلل ثقاتها من نفسها، هو أنا فعلاً مقصرة، وتيجي تقعد تتكلم نفسها كده إيه شوية إيه قبل بقى ما تدخل في الاكتئاب، ما يمكن أنا فعلاً بعمله الحاجة اللي أنا بحبها مش اللي هو بحبها، مع السوشال ميديا بقى بتخلينا برضو إيه، نقعد نسمع أفكار كتير السوشال ميديا دي عمنا زي المصنع، وهو فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا، فهنا دماغي بتقعد تخبط بالأفكار اللي أنا بشوفها طول الليل وبسمعها، طي هو طول الوقت عدم رضو، أنا بقى كست بينعكس عليها بطريقة تانية، أنا فعلاً مقصرة، تيجي تكلم صحابة، تقول لها أنا بعمله وبعمله وبعمله، تقول لها إيه؟ يا شيخ يا واصم مش هيجيبه لحاجة بتحبه بقى، فترجع توقت مع نفسها تاني، طيب لأ أنا هغير الطريقة، تلاقيها فجأة، الست دي وصلها بمرحلة جنين، تنزل تغير لون شعرها، لو لقيتوا عمل الوحدة شعرها صفر مسها اللايك فهي شعرها الصوت فتنزل للصبح، تلاقي يعني حرقة شعرها أو اللاعد في شعرها عشر، يمكن، عشان تعجبه، مش يمكن، مش يمكن لما يبقى شعري مثلاً أصفر، فالهو يهدى شوية واعجبه، مش يمكن لما ضربه أكسجين، يمكن برضه، تاني حاجة، فجأة مثلاً تلاقيه، لو قال لها مثلاً تخصة زيادة، موكولة دي شخصيات تاكسي، نحن نتكلم فيها، فالهو فجأة تلاقي الست عملها تاكل وراحت لدكتور دايت وتخزية، فتدخن، فتقول لها إيه ده وانت مش شايفة نتي تدخينت زيادة عن لزوم هتجنيني يا عم إنت ولا إيه؟ فهي دي اللي هو الترابات النفسية هو الفكرة أن هي بتقلل شخصيتها من نفسها، بيحسسها طول وقت أنها أوليلة، بيحسسها طول وقت أن أنت ما تستهليش، فهي بالتالي بتحس أن هي في إيديها عجبة آخر قطعة، الراجل ده آخر قطعة في السوق، بالضبط فما ينفعش أن أنا أضايق ولا يمشي ويسيبني، فهو طول الوقت كل ما بيقللها كل ما هي بتقل من نفسها فأنا بنصح لستات اللي عايشة علاقة زي دي أن هي ما تصدقش حكم الشريك عليها حكم الشريك؟ ما تصدقش حكم الشريك عليها، هي تبتدي تطور من نفسها، تبتدي تشارع نفسها، تبتدي تحس أن هي لأ هي تستاهل، هي تستاهل حب، تستاهل معاملة حلوة، تستاهل تقدير، تستاهل أنه يبصّلها ويكلمها كلمة حلوة خلينا دي في الآخر يعني لا إحنا لسه ده بندخل 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 بشوف المشاكل اللي جوا حتة عدم الرضا عدم الرضا دي أنا عارفة إنه دي بتجيبك تقاب وممكن كمان توصل للانتحار إن أنا غير راضية يعني اللي قدامي غير راضي فأنا طول الوقت بشتغل على نفسي زي ما بتدوس عربية بنزينة حالآخر كل ما يحسسني إيه ده أنت ماشي بطيء ليه فأدوس إيه ده ده الناس بتضحك عليك وورا يقولي ما بتعفشت سوئي فأدوس فهي كل شوية أنا عملها دوس أدوس لأنه هو بديني طاقات سلبية سامة في اللحظة دي أنا المفروض يعني زي ما يا رأي يعني ده رأي يا رأي حضرتك إيه المفروض أعمل إيه عشان أتقبل السلبي بالإيجابي فيه مفهوم إحنا بنهتمي به جدا وهو الطفل الصغير آه تلات حاجات هنتكلم فيها مفتاح قوي جدا تخلي الواحد عنده صلابة نفسية ضد الأفكار السلبية يا ريت يلا أنا منصيتها أول حاجة لازم أن تعلي ثقة الطفل بنفسه يبقى تعليقك عليه كله إيجابي يا جماعة بلاش طول ما هو الطفل قاعد يا حبيبي قعد ارجع وراء أنا قلت لك مئة مرة ابعد عن التلفزيون أنا قلت لك امسك المعلقة بإيدك اليمين كلها أفكار سلبية لازم يبقى لازم تعلق له على الحال وإحنا مسكين على الولاد على الوحش أنت مسكلي على الوحدة كل حاجة هو بيعملها غلط بتعلق له عليها فكده بتضعف ثقته بنفسه يكبر تلاقي ثقته بنفسه ضعيفة سأولد أو بنت بص دكتور أنا هعمل حلقة من النشأة أوعدك لكن دلوقتي الستات معنا عايزة تعرف تعمل إيه مع الراجل ده الراجل أعمالي باستفع طويل وقت والراجل ده كمان بتحبه بتحبه ما هي المشكلة إن هي بتحبه تحبه وبتتوجع ومش عايزة تطلق ومش عايزة تخرب بيتها بس بتقولك جوزي شخصي أسمى مرعبة أعمل معه إيه فأنا عايزة بس تعمل هي اللي هي تاني نقطة وثالت نقطة اللي كنا نتكلم فيها اللي هو بقى إيه تقدير الزات لازم تلعب على تقدير الزات كويس يعني إيه واحد عنده تقدير الزات اللي هو بيحط نفسه في الاعتبار في ناس دايما بتحط الناس يرضي الناس دايما هو مش مهم يرضي نفسه عشان كده كل طاقاته هو بيستغلها عشان يرضي الطرف التاني سواء الطرف التاني يجي دازوج أو صديق هو دايما عايزه يشوفه راضي عن نفسه دايما يشوف عايزه يبقى مش متدايق منه لو قاله أنا خصمك مش هكلمك هبعد عنك لا يتوتر ويدايق ليه لإن حط علاقة الشخص ده فوق علاقته بنفسه طيب دكتور محمد أنت لما ترتبط بستة وتحبها مش هتبقى طول الوقت عايز ترضيها إحنا كستات ما ده طبيعي يا جماعة يعني أنا بحس اللي هو أنا لما ارتبط براجل هبقى بعمله كل حاجات الحلوة اللي بترضيه هبقى عايزة أعمله يعني أدلعه أرضيه أقول له كلام حلو أعمله مفاجأة أعمله أكل حلوة بيحبها آسو ده طبيعة الستات يعني يعني أقول لي اقنعني بحاجة تانية يعني إزاي أقول لها مثلا ما تدلوه زيادة مشاعر أصد دايما الستات بتدققوا من الكلمة دي صح ما تيجي تقول لها ما تدلعهوش قوي ما تفخيهوش ما تدلوهش كلام حلو كتير لما يقول لك الكلمة تدي له ربع كلمة ما بنقتنعش إحنا كستات بالكلام ده بس دي حقيقة ده واقع بس إحنا دايما معطئين الستات دايما بتدي مشاعر كتير طب تعالوا ننزل الشارع نشوف رأي نس ستات ورجالة ونرجع نكمل كلام توكسك يعني علاقة سامة يعني بتزيش الطرف الآخر يعني بتضيقه يعني مش بتسيب له مساحة من الحرية توكسك بقى بيبقى الشخص مؤذي في أي علاقة عن مثل هو فيه ناس كده هم بيحبوا يبقوا متسلطين علاقة خطر علاقة خطر لإنه هتتهجبك ورا هتخليك شبهو لو عملت معاك ترقى وكملت معايا فاهمني أنا من الشخصيات اللي ببعد عن أي حاجة توكسك لأن فعلا عصابي مش بتستحمل أنا بحب إن الصداقة أو أي علاقة تمشي بطريقة سموت جدا فلما بلاي العلاقة فيها أي تعب أو كده ببعد بصرا الشخصيات توكسك دي زي الإنسان اللي بتقبله اللي هو بيكون هي بمعنى سام بس سام ديت أنا أنا نعمل زوم أكتر إن زي الإنسان المتطفل الإنسان الديني الإنسان الغبي وده أكتر حاجة ممكن أي حد يكرهها كده يعني هو ده بالنسبة لي الشخصيات توكسك إن أنا ما بتمناش خالص إن أنا أتعامل معايا أصلا الشخصيات توكسك هي الشخصيات المسممة أو الشخصيات المريضة نفسيا اللي هي بتعمل مشاكل في التعامل مع غيرها من الشخصيات بتعمل حاجات مؤزية زي الكسب مثلا زي إنها تبع عندها مستيكس وتقعفل على غيرها بالنسبة لي أي شخصيات بتفكر في نفسها بس أو بتفكر في إن هي بتعمل كل حاجة بشكل صح بس هي أكشلي بتأذي ناس تانية حواليها منهي غير ما تعرف لا أحدش بيقول عليها توكسك أنا شخصيتي مش توكسك أصلا يعني ما بحسش إن أنا متحكمة أو إن أنا بحب أفرد رأيي على حد خالص أنا مش توكسك لا مش عارب فيدك في الموضوع ده الأسف لأن أنا نفسي توكسك أصلا أنا باخد بالي في تعاملي مع الناس يعني أنا ببقى أخد بالي كويس بعدين أنا زي ما باخد زي ما بدي فعنا لي حبقى توكسك مريت قبل كده بعلاقة توكسك وكان تصرفي إن أنا لازم أنسحب دلوقتي حالاً وهقول هقول أنا عايز أنسحب عشان إنتي مشكلة كذا كذا أنا هوضح المشكلة والمفروض اللي بيمر بعلاقة توكسك المفروض إنه هو يعني ما يستناش يمشي إلا لو الشخص ده كان عنده نية إنه يتغير وبين توكسك عادي زي زي الولد توكسك كده كده بيتحاول كذا مرة في الأول تفاهموا اللي بيعملوا ده غلط وما فيه إستجابة يبقى سيبه وهو يتعلم الدرس الواحدة بإما بتجنبهم لو هتطر إنه أتعامل معاهم بصراحة أمي بعرفهم باقي ميتهم ما بسكت لهوش بصراحة علاقة توكسك مش هتنجح أكيد وطبعاً أكيد الستات هي نبع الحنان والعطاء والرجالة دايماً هي الشكوى منهم إنه هما شخصيات شوية نشفين شوية ما عندهمش العاطفة هي رقم واحد في حياتهم دكتور محمد قبل ما نروح للشارع كلهم نتكلم اللي هو أنا زي كل الستات اللي عايشين علاقات سامة أنا بقى بحسة بيهم لما تيجي تقول لها ما تديش ما أنت السبب إن أنت خلتيه كده ما أنت اللي طمعتيه فيكي ما أنت اللي بتديه قوي فهو بص دايماً الجملة دي يارى خليك معنا عارفة دايماً الجملة دي في معظم البيوت اللي يقول لك إيه ما أنت اللي عودتي على كده ما أنت اللي إدتي أو استحملي بقى ما أنت اللي غلطانة كلمة أنت غلطانة دي بتخلي العلاقة سامة لو خمسين في المية بتبقى مية في المية يعني هي بتفضل تغلي بقى الحتة دي أنا عايزيك تردلي على الحتة والمشكلة بقى في الحتة دي اللي هي كانت في الأول بتستقبل العلاقة السامة دا بعد الجملتين حلوين دول دا هي هتصدر الطاقة والعلاقة السامة لكل الناس اللي حواليها لأن في حاجة اسقاط أنا مرت بتجربة تجربة مؤلمة أثرت بالسلب عليها في كل نواحي حياتي فيه أطفال وفيه كبار ما فيش حل واحد إلا الإسقاط يعني يبدأ يطبق كل اللي هو شافه دا على كل المحيطين حواليه ويحصل تحول بقى مية وتمانين درجة في الشخصية من شخصية مسلمة ومتسمحة إلى بقى مصدرة للطاقة السلبية وتستنزف بقى كل طاقات الإجابية اللي حواليه وتبقى هي عايزة تسيطر على كل حاجة ودايما ترجع الإحباطات والفشل للعالم الخارجي رو ممكن تكون ليها دور في المشكلة بعد الكلمتين دول لا أنا مش أنا السبب هو السبب الظروف هي السبب مش إحنا الاثنين أو هو في الأول وبعد كده أنا لا فبقى عندها درجة إنكار عالية جدا اللي هي ليها دور في المشكلة أيوة طب هي الطبيعي بقى الست بعد ما تقول لها أنت السبب وانت اللي عودتي وانت اللي بتدي طول الوقت ما فوت بقى نسبة وتناسب دايما الكلام اللي بيحرق الدم ده اللي خلي الست تدايق أكتر طب الست بعد كده بتاخد قرار أن أنا هبطل أديه هبطل عطاء هبطل دلع أنا لو قلت لي كلمة هقول لك كلمة لو جبت لي هدية هجيب لك هدية هل ده صح؟ ولا تفضل الست تدي وهو الراجل اللي غلط؟ لا أنا شايفة أن الست تبقى على طبيعتها الست اللي حسات عمله الست أساساً جواها الحنية دي بالفطرة لو بتحبه فعلاً هتدي لو هي فعلاً شايفة أن العلاقة هو بياخد بس وهي عمالها تدي وجاية على نفسها تتصرف زي ما هي عايزة لكن فكرة أن هي تمثل الحب أو أن هي تمثل أن هي بتديله وهي جاية نفسها ومتدايقة ومأهورة وما بتنمش وحياتها متدربكة عشان بس ترديه هو ده المرفوض هي دي العلاقة السامة هي دي العلاقة السامة لو فيه طرف عايش حياته 180 درجة عايش ساعاته بشغله بصحابه يعني لايه الحياة كاملة تحس فيه حياة وفيه طرف تاني متضرر بالضبط عايزين نعكسها بقى لأن فيه رجالة أنا بقيت مبسوطة فيه رجالة بتشتكي الست اللي شخصيتها سامة الست التوكسك يعني مش كل الرجالة توكسك فيه كمان ستات توكسك على فجر تبقى إيه موصفات الست دي؟ الدكتور محمد أنا فرحت اللي أنصفت الرجال قالك أخيراً أخيراً هيتكلمه على الستين موصفاتها إيه الست بتاكسكي لو هي تحولت اعتقاد الشخصي هيكون عندها مصدر طاقة رهيب عنيف للانتقام إنما لو هي شخصيتها كده من الأول هيكون دايماً رغبتها من أول يوم هي المسيطرة على القرارات وما فيش أي قرار أنت تاخده إلا ما ترجع لي وأي قرارات في البيت حتى لو في الفلوس والدخل والمصاريف وهات وخد أنا اللي بقول فيه الكلمة العليا لو من البداية هي حست من الطرف التاني هو الرجل خلاص هو راضي بكده العلاقة هتسمر الكده على طول وأعتقد هنا بقى الصعوبة اللي الرجل هنا هو اللي يتغير كنا بنتكلم من شوية على إيه اللي الست ممكن تتغير مع الحوافز مع الناس اللي بيصححوا لها أفكارها الرجل بيبقى صعب صعب شوية صعب أن تتغير الرجل دايماً الرجل بيبقى فيه شخصيته كده صلابة معينة لو وصل لها مش هيغير خلاص هو عتاد ومبسوط بالشكل ده لأنه هو لقى عالم مريح لأن أنا لما طوعتها أنا ارتحت من مشاكل كبير خليني زي ما أنا فمش هيغير كتير طيب لسه هنتكلم أكثر على الشخصية التاكسك وإزاي نتعامل معها إزاي بقى أنا عايشة مع شخصية سمة وإزاي أنا أبدل السم ده بالعسل هل ينفع؟ هل الشخصية السمة دي بتتعالج؟ ولا أنا اللي لازم أتعالج؟ ولا لازم أخد بعدي وأخرج من الباب وأهرب من الشخصية السمة دي؟ أنا فيهم اللي أقدر أعمله بعد الفاصل ما هو حجم الثلاث؟ ما هو في نهاية الحلقة كده لازم نبقى نقر يعالج جوزي هل بيقدر يتعالج الشخصية السمة اللي أنا عايشة معاه ده بس بحبه بس قلت يمكن يتعالج؟ يمكن حاجة تانية أنا أتعامل إزاي مع الله وهو ما فيش حل فيه؟ يعني هل أنا اللي عالج نفسي بالشكل اللي أقدر استحمله؟ ولا أفتح باب الشقة و وفلت بجلدي؟ يعني ما هو حجم الثلاثة؟ قول لي ما نعمل إيه؟ لازم نتكلم في أكتر من حل وطبعا اللي بيسمعنا هو هيشوف الحل المناسب مع الأسرة كل أسرة ليها كواليس مختلفة طب إيه الحلول اللي مقترحة اللي بيسمعونا دلوقتي يطبقوها؟ من أهم عوامل الصحة النفسية التكيف التكيف النفسي حتى ربنا سبحانه وتعالى خلق الحشرات والزواحف بتغيل لونها عشان ما تتكلش وتكمل حياتها بسلام التكيف النفسي هنا مش معناه نفاق اللي أنا بعيش بنفاق لا لا بالعكس أنت في ظروف وفي ظروف صعبة بتحاول تطور نفسك على الظروف اللي حواليك عشان توصل لأكبر قدر ممكن من السعادة والراحة التكيف لازم كلنا نتضرب عليه مش معناها التكيف اللي أنت أتضغض عن اللي أنت عليه عشان تريح الطرف الثاني لا 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 أنت عندك علاقة قيمة بالفعل مش هينفع تهرب منها هي مفروضة عليك وفيه كواليس كتيرة ما تقدرش تهرب منها فتعمل إيه؟ لازم تتضرب هتعامل إزاي؟ أحل المشكلة إزاي؟ أتصرف في الموقف ده إزاي؟ إنما فكرة اللي أنا أسيبه وأمشي فكرة مش بحبها لأن العلاقات دايماً بتاعتنا فيها ضغوط مش معقول كل علاقة وثيقة ومرتبطة ببعضها يحصل فيها بعض العلاقات السامة أسيبها وأمشي لا هو جزء من الحل اللي أنت ممكن تتجاهل الشخص وده الجزء الثاني بعد التكيف اللي أنت ممكن تتجاهل الشخص ده نفسه في بعض المواقف مش تتجاهله يعني تسيبه وتمشي وتكمل حياة لوحدها أنا من أنصار دايماً اللي الإنسان لازم يكون عنده قدرة على التكيف طيب تكيف قادر أقول لها التكيف مع الوضع والتجاهل إحنا بقى عشان الستات فهمين بعض بس أنا أقول لك بس يعني عشان الستات فهمين بعض لا بسي طبعاً في حالة توكسيك الست لا بتقدر تتكيف ولا بتقدر تتجاهل ممكن تتجاهل شكلاً لكن بتبقى بتغلي من جوه بتبقى بركان بتباين إن هي بتتجاهل لكن بيجي على صحيتها وعلى نفسها لا بسي فيه علاقات توكسيك لازم فيها وقفة صريحة اللي هي العلاقات اللي فيها ضرب فيها إهانة اشتيمة اختصاب دي لازم فيها وقفة وخلاص انتهى الموضوع لأن أنت بتربي أجيال وبيشوفوا الكلام ده قدامهم البنت ممكن تطلع عادي بالنسبة لها الضرب جوزة يضربها عادي الولد يطلع يضرب مراته عادي فهنا لازم يكون فيه وقفة جد في حل إن هم يروحوا لدكتور نفسي كوتش أي حد يساعدهم إن هم يتخطوا المرحلة دي مفيش يبقى خلاص كل واحد يروح لحاله لأن ساعات بتوصل لمراحل جمدة جدا لمراحل قتل وحاجات كده ويبقوا هم اتنين عايزين يقتلوا بعض وهم اتنين عايزين يرموا بعض بأي حاجة تموتهم الكلام ده بيحصل يعني علاقات السمة ممكن تخلص بالانتقام ممكن طبعا ممكن طبعا فيه كتير حلقة نسبة كبيرة منها بتخلص بالانتقام طبعا غير طبعا المصائب اللي الولاد بتشوفها فبتربي جيل يعني عنده جواه انتقام شديد جدا للطرف الآخر يارا أنا بشكرك جدا والستة زيارة طبعا لايف كوتش والدكتور محمد استشاري الصحة النفسية عايز أقول بقى مشاهدينا خليكم معي أنا لازم أقول كلمتين كده العلاقات السمة وكم المشاكل اللي انتو بعته لنا على الصفحة كنت بأتكلم مع الدكتور قبل الهوى كل بيت وليه مشاكله النفسية مش كل بيت ليه مشاكله الحياتية زي ما كنا بنقول زمان لا ده كل بيت بقى ليه مشاكله النفسية والحياتية فدول سايكوباتيين دول عندهم اكتئاب دول عندهم توحد دول عندهم دي علاقة سمة البيت ده مليان علاقات سمة هنعملكوا حلقة ان شاء الله تانية عن علاقات السمة الأهلية بقى لهو الأهل لكن لا نقدر أقوله كل الستات حبيبي اللي بعتولي اللي انتو دوقتي بتتفرجوا عليها أنا عارفة تقدري تقطعي عرق في البداية اوعي تمطلي في الوقت والجرجاري في سنين عمرك وانت عارفة من البداية انه أناني عارفة وشفتي انه أناني عارفة من البداية انه مسيطر من بداية أول شهر شهرين ثلاثة أول معرفته بعض من الخطوبة من أول سنة جواز من قبل ما تخلي فيه شايفاء ما بيفكرش غير في نفسه بس شايفاء أناني بكل طرق الأنانية هو بس يضحك بس صحابه بس مامته بس دنيته بس شغله بس لكن انت في آخر اهتماماته وعليه بإيه وعليه بإيه أنا عيش عمري كله أتربه وأتخرج من الجمعة وأشتغل واسبت وجودي وكافة في حياتي عشان في الآخر واحد طول الوقت يقزيني بكلامه يقزيني بتصرفاته يفضل طول الوقت محسسني ان أنا ولا حاجة في حياته لا ده انت كل حاجة في حياته وزي ما قلت في دايما في كل حلقات انت تخلقتي عشان تتدلعي آه احنا نتدلع ما نتدلعش ليه يعني مدام أنا كويسة وأنا عارفة قدراتي إن أنا أبقى ستة كويسة وبراعي بيتي وشكلي حلو وجميلة وكل حاجة أنا كل واحد عارف قدراته طب ولأ ليه ليه أستحمل شخصية سامة وقابل كل ست من دولة ليه يعنيها ورمة وعيات مالك أصله أعمل وعمل وسبني وبقاله شهر وما سألش علي طب أول مرة يعمل كده تقولي كل خناقة يعمل كده كل خناقة يسيبني يروح يقعد عن دمه كل خناقة يسيبني يروح يسافر مع أصحابه خلاص مش هيتغير خلاص هو بقى شايف كنتي بتعياتي كده هو شايف كنتي عمالة بقى ما بتكليش وبتخسي وشعرك بيقع وصحتك النفسية عمالة تقع لا خالص ده بيأكل وبيضحك وبيخرج ومامته كمان تقوله ايه انا هجوزك انت حلوة كده تلقلك كمان ايوة فيه تجويد في الحكاية انا قلتلك من الاول دي ما تنفعكش انا هجيبلك بنت خلتك اللي توعد كده تحت رجلك ولا تفتح بقها تروح وتيجي تخون وتصرف ما تصرفش تخلف ما تخلفش ايه قاعدة قاعدة مكانها بابا بتتحركش فيعني لأ لأ يعني لأ نحاول نبقى سكية اكتر علاقات سامة خلاص دلوقتي واضحة ودوح الشمس اشوف مصلحتي افكر في نفسي واهم حاجة افكر في صحيتي النفسية علاقة بتخليني سعيدة وجميلة وعندي طاقة للنجاح والشغل وبقى موردة كده وامر اهلا وسهلا اتفضل تعال ابي الباب علاقة من بدايتها نكد نكد ويفي سكة في وشي ويكلمني وعاية لا حبيبي جنبه ماما دا مش جنب باب اشوفكم حلقة جاءة على خير وكنت معكم ايمان مختار ويحكى انا على شاشة القناة الاولى اشتركوا في القناة